سؤال لما أقول سبحان الله عدد خلقه هل أكون فعلا سبحت الله عدد خلقه هل هذا فعلا يقع أم هي فقط جملة تقال هذا فضل الله يا أخي هذا فضل الله عز وجل هذا جود الله وكرم الله الذي يقول سبحان الله عدد خلقه فإنه يكون قد سبح الله فعلا عدد خلقه ولك أن تتصور كم يكون عدد خلق الله مما نشاهد ومما لا نشاهد ولذلك نقول سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته الله أكبر مداد كلماته ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمقصود أن الله عز وجل يكتب الله لك هذا التسبيح عدد خلق الله ويكتب الله لك هذا التسبيح زنة عرش الله ويكتب الله لك تسبيحك قدر رضا الله تعالى ويكتب الله لك تسبيحك بمقدار مداد كلمات الله